قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم ذهب نهائي أبطال إفريقيا مدرب الأهل المصري يهاجم التحكيم ويعلق على مستوى الوداد رسميا الوداد يصدم الأهل المصري ويوجه شكاية عاجلة للكاف بالسبب ما وقع بعد نهاية المباراة أنصار الوداد يتواعدون جماهير الأهل برد سريع في جاحيم دونور والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار ذهب نهائي أبطال إفريقيا مدرب الأهل المصري يهاجم التحكيم ويعلق على مستوى الوداد أعرب مدرب نادي الأهل المصري مارسل كولار عن السياءه الشديد عقب الانتصار على الوداد الرياضي بهدفين مقابل واحد يوم أمس الأحد في دهاب نهائي أبطال إفريقيا وأكد كولار في الندوة الصعفية التي تلت مواجهة الوداد أنه راضي على النتيجة المحققة بيد أنه غاضب من القرارات التحكيمية في المباراة وقال مدرب الأهل شاهدت كل اللقطات بعد المباراة نصح قرق لتجزاء واضحة اللاعب دهس لعبنا الحكم يسأل تقنية الفيديو ولا يتلقى إجابة لا أعلم كيف لا يرى الحكام والفار هذه اللقطة وعن الإياب صرح مدرب الأهل نحن نتحدث عن النهائي وهذا يعني أن أفضل فريقين في البطول اللاعب اليوم الوداد لعب مباراة جيدة ولكن علينا أن لا ننسى أننا فوزنا لكن التحكيم أثر على النتيجة وسيستقبل الوداد الرياضي يوم الأحد القادم نظره الأهل المصري على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء لحساب إيابي نهائي أبطال إفريقيا رسميا الوداد يصدم الأهل بهذا القرار ويوجه شكاية عاجلة للكاف بالسبب ما وقع بعد نهاية المباراة قدم فرق الوداد الرياضي لكرة القدم شكاية رسمية ضد الأهل المصري بعد الاعتداءات التي تعرض لها لعب خلال المباراة ضد الفرق المصري في دهاب نهائي دور عصبة الأبطال وكشف مصدر مسؤول أن مسؤول الوداد الرياضي لكرة القدم قدموا شكاية لمنذوب المباراة ضد الأحداث التي شهدتها نهاية المباراة بعد رمي اللاعبين بالقرارات عند مغادرتهم لأرضية الملعب إلى جانب المضايقات التي تعرض لها اللاعبون الذين لم يكنوا مسجلين بورقة المباراة على غير رحميد أحداد وبديع أوك وأوضح المصدر ذاته أن منذوب المباراة سجل كل الأحداث اللارياضية التي شهدت المباراة وكذلك الشأن بالنسبة للمضايقات التي تعرض لها اللاعبون الغير مسجلين بالمباراة وأكد المصدر ذاته أن المسؤول الأمني للكاف عين المضايقات التي تعرض لها لعب الوداد بالمنصة الرسمية وهو ما دفعه إلى التدخل لمطالبة رجال الأمن بتغيير مكانهم لتفادي الاعتداء عليهم من أنصار الفريق المصري يشار إلى أن الوداد الرياضي لكرة القدم انهزم أمس الأحد ضد الأهل المصري بهدفين لواحدة برسم ذهب نهائي دور أبطال أفريقيا بما لعب القاهرة الدولية بعد أحداث القاهرة المؤسفة أنصار الوداد يتواعدون جماهر الأهل برد سريع في جحيم ضنور عاشت عناصر فريق الوداد البيضوي مساء أمس الأحد لحظات عصيبة لدى مغادرتها أرضية ملعب القاهرة الدولية وذلك على خلفية إقدام جماهر الأهل على تعرض سلامة عدد من لاعب الفريق البيضوي بمعية الطاقم التقني والطبي للخطر من خلال رشقهم بقارورات بلاستيكية مملؤة بالماء فضلا عن تعرضهم لوابل من السب والشتم هذا المشهد الصادم الذي وقع على مقربة من المدخل المؤدي إلى مستودع الملابس استمر لأزيد من 6 دقائق وفق مقاطع فيديو جرت دولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يتدخل الأمن المصري من أجل حماية اللاعبين المغربة الأمر الذي أطار استغراب كل المتابعين الذين استنكروا بشدة ما حصل وفي ذات السياق لم تجد جماهير الويداد البيضوي أي مبرر لنعنف والسب والتجريح الذي تعرضت له عناصر الفريق المغربي من قبل جماهير الأهلي مشيرة إلى أن الفريق المصري هو من ضيع فرصة الفوز بفريق المريح قبل موقعة العودة في كازا وأن العناصر الويدادية لعبت المقابلة بكل روح رياضية ولم يصدر عنها طوال مجرية المقابلة أي سلوك خارج عن السياق الرياضي يستوجب كل ذلك العنف الذي تعرضت له بعد نهاية المقابلة وفي مقابل ذلك دعا أنصار ويداد الأمة جماهيرهم العريضة التي ستكون حاضرة في موقعة الإياب بدونور إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية وضبط النفس وتجنب الإنجرار وراء هذه الاستفزازات غير الأخلاقية حيث طالبوا بكثير من الانتزام والتعامل بالحكمة مع هذا الحادث التاريخي الذي ستحتضنه بلادنا وعدم الرد على الإساءة التي صدرت عن جماهير الأهل في أعقاب لقاء الدهب وشدد أنصار ويداد على الدور الكبير لجماهير الفريق في إنجاح لقاء العودة في الكازا وبدوره المحور والأساسية في الحفاظ على الكأس الغالي أو الإبقاء عليها في معقل النادي المغربي وذلك من خلال تشجيع الفريق بأساليب حضارية راقية سراع فرنسي يوناني كبير لضم مدافع الويداد الرياضي حيات عطيت الله والأخير يحسم في اللاعب خليجيا جدد نادي مونبوليا الفرنسي اهتمامه بضم الدولة المغربية حيات عطيت الله لعب الويداد الرياضية بعدما كان قريبا من التعاقد معه في المركات الشتوى الماضية إلا أن الأمور لم تسر في الاتجاه الصحيح بالسبب بعض المطالب المالية التي وضعها رئيس الويداد سعيد النصيري وتسعى إدارة الفريق الفرنسي لتجديد المفاوضات مع المكتب المسير لفريق الويداد البيضاوي من أجل حسم أمر اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعم الخط الخلفي للفريق قبل بداية الموسم القادم إلا أن ذلك لن يكون سهلا بالسبب المنافسة الكبيرة على اللاعب وسيجد مونبوليا الفرنسي منافسة شرسة مع أندية أوروبية كثيرة تسارع للتعاقد مع الدولة المغربية حيات عطية الله حيث أن الظاهر الأيصر لنادي الويداد الرياضي تحت أنظار كذلك كلين من نانتا الفرنسية وأولمبياكوس اليونانية ورفض مدافع الويداد البيضاوي حياتية الله اللاعب في الدور السعودي لكرة القدم حيث يفضل الانتقال إلى الدور الفرنسي أو أي دوري أوروبي أخر حتى يضمن تواجده مع المنتخب الوطني المغربي خاصة مع حاجة المدرب وليد رقناقي لخدماتها قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم دهاب نهاية أبطال إفريقيا مدرب الأهل المصري يهاجم التحكيم ويعلق على مستوى الويداد رسميا الويداد يصدم الأهل المصري ويوجه شكاية عاجلة للكاف بالسبب ما وقع بعد نهاية المباراة أنصار الويداد يتواعدون جماهر الأهل برد سريع في جحيم دونور والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار